اشتركوا في القناة وللقيام بذلك نحتاج أولاً إلى تحميل صورة متحركة سنقوم بفتح جوجل ثم سنكتب هنا أي موضوع مثلاً سأكتب شلال ثم نختار هنا صور نلاحظ في الأعلى وجود كلمة أدوات نقوم بالنقر عليها ثم نضغط هنا على النوع ونختار ملف GIF أو صورة متحركة سوف تظهر هنا مجموعة من الصور سوف أختار مثلاً هذه الصورة ثم نقوم بالنقر عليها بزر الماوس الأيمن ثم نضغط على حفظ الصورة باسم ثم نختار مكان الحفظ مثلاً سأختار سطح المكتب ثم هنا سأقوم بتسمية هذه الصورة ثم نضغط على سايف أو حفظ إذن تم حفظ الصورة في سطح المكتب الآن لتغيير الخلفية في جوجل كروم إلى هذه الصورة التي قمنا بتحميلها سوف نقوم بفتح علامة تبويب جديدة في متصفح جوجل كروم ثم ننزل إلى أسف نلاحظ وجود هنا القلم نقوم بالنقر عليه ثم نضغط على تحميل من الجهاز لن نقوم بتحميل الخلفية من جوجل كروم ولكن نختار تحميل الخلفية من جهاز الكمبيوتر ثم نبحث عن الصورة التي قمنا بتحميلها ثم نضغط على فتح أو Open إذن هنا كما نلاحظ تم تغيير الخلفية إلى الصورة التي قمنا بتحميلها وبنفس الطريقة يمكن تحميل أو اختيار أي صورة متحركة ووضعها كخلفية في متصفح جوجل كروم إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجو أن أشترح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته